من القاهرة رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان معلومات أكثر عن هذا القصف رامي نعم صباح الخير من القاهرة دعنا نقول بأن هذا الاستهداف كانت داخل الأراضي السورية وليس داخل الأراضي العراقية ومن ترصد هذه القافة الإيرانية هو تعمت استهدافها بعد عبورها المعبر العراقي كي لا يحرج الحكومة العراقية كي لا يدخل في إشكاليات مع الحشد الشعبي العراقي لذلك كان الاستهداف هو داخل الأراضي السورية إذا ما كانت إيران قد اعترفت الآن بأنها الصهاريش متوجهة باتجاه لبنان أي أن هذه الصهاريش يجب أن تكون دخلت بشكل نظامي إلى العراق وفتشت قبل أن تدخل الأراضي السورية إذن من استهدفها الولايات المتحدة الأمريكية تنفي من تعمد استهداف هذه القافلة فور دخولها الأراضي السورية وهل بالفعل كان فيها فقط وقود نحن تعودنا أن السيارات نقل الفاكهة كان يوجد فيها سلاح ما بلك هذه القافلة من الصهاريش أن تستهدف لمجرد وجود الوقود من استهدفها ويعلم بأنه ليس فقط الوقود داخل هذه الشاحن الصهاريش كان يوجد فيها سلاح تابع للإيرانيين وهذه المرة تحت الصهاريش دخول صهاريش وقود باتجاه الأراضي اللبنانية لتعبر كل هذه المسافة ومن ثم تنتقل إلى لبنان الأمر مشكوك به أكثر من أنه واقع لمساعدة الشعب اللبناني أو مساعدة الحزب الله اللبناني من إيران التي تشهد ثورة حقيقية لأبناء الشعب الإيراني دعنا نعود إلى الأراضي السورية الاستهداف هذا لن يكون الأخير أعتقد لأنه إذا ما كانت إسرائيل كيف وصلت إلى تلك المنطقة وإذا ما كانت الولايات المتحدة الأمريكية وهو الأرجح لماذا تنفي استهدافها لهذه الصهاريش هل هو خوفا من إيران التي أطلقت مسيرات قبل أيام من قاعدة عياش وجالت في البادية السورية في رسالة واضحة للولايات المتحدة الأمريكية كل شيء وارد نعم طيب مسألة أنه يكون في قتلا في صفوف الميليشيات نفسها هل نتحدث عن عناصر غير من كان يقود طبعا هذه الشاحنات ترافق هذه القافلة لا لا هو يعني من يقود هذه الشاحنات ليسوا سائقين لمن يدخل في إطار هذه المغامرة هم سائقين تابعين للحرس السوري الإيراني كان تابعين لميليشيات على ثقة كاملة من قبل حزب الله أو من قبل الإيرانيين وليسوا عناصر سائقين عاديين وقتلوا نتيجة الاستهداف المسير من الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها يعني حتى في داخل أراضي السورية من يقود شاحنات نقل الخضار بين مزدوجين يكونون من جنسيات عراقية أم حتى سورية أو لبنانية عاملين لدى حزب الله ولدى الإيرانيين نعم طب وإن كانت هذه المرة سهدفت هذه القافلة لكن هل في العادي نتحدث عن كثير من القافلات التي كانت تسلك هذا الطريق وتتوجه إلى لبنان محملة بهذا النفط بالنفط لا نعلم ولكن نعلم بأن هناك شاحنات وقوافل تدخل بشكل مستمر من الأراضي العراقية باتجاه سورية وبعد ذلك قد تكون باتجاه لبنان ولكن الطريق سارق بشكل مستمر والطريق هو يعمل تحت الحكومة العراقية بين مزدوجين وتحت الحرس الثوري الإيراني على الضفة الأخرى من الحدود السورية العراقية لأنه تحت إشراف الحرس الثوري الإيراني وحزب الله لبناني وبعد ميليشيات الحج الشعب العراقي طب وأنتم تراقبون وترصدون دائما أحداثا من هذا القبيل لماذا قصف كهذا يبقى طي المجهول يعني لا أحد يعلن مسؤوليته عنه لأن من استهدف هذه القافلة لا يريد من إيران أن ترد عليه إذا ما كانت الولايات المتحدة الأمريكية أو حتى دولة أخرى من التحارف الدولي وإذا ما كانت إسرائيل أعتقد بأن المسيرات الإسرائيلية ستصل إلى تلك المنطقة وتراقب الخط يعني مثار هذا الرتل أو هذه القافلة هو مستبعد سننتظر قد يعلن أحد ولكن نعتقد بأنه أقله في المدى القريب لن يعلن أحد مسؤوليته عن استهداف هذا الرتل أو هذه القافلة من القاهرة رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان شكرا لك